بسم الله جلنا سؤال ايه هي احسن حاجة لسرعة القذف يلا نشوف مع بعض اولا احنا عايزين نميز بين مصطلحين مهمين جدا سرعة القذف اللي هو اسمه premature ejaculation والمصطلح التاني اللي هو الرضا الجنسي او الاشباع الجنسي sexual certification ايه الكلام ده خليك معاي في سرعة القذف بكون الشخص واحد من اتنين يقولك انا والله من ساعة ما بدأت حياتي الجنسية وانا عند الموضوع ده في الغالب كده القذف بكون في خلال دقيقة او اقل ده بنسميه كده lifelong ماشي او يقولك ايه بقى ان انا بالنسبالي كنت طبيعي زي الفل وبعدين جال الموضوع ده في الغالب بيكون القذف في خلال ثلاث دقايق او اقل ماشي كده امال ايه بقى موضوع الرضا الجنسي لا يقولك لا ده ممكن القذف عنده بعد خمس زي عشر دقايق بس المشكلة ايه ان الطرف التاني لم يصل الى النشوة فهو بيتخيل ان هو عنده كده ايه سرعة قذف ماشي كده طيب ايه اعلان بالنسبة لموضوع الرضا الجنسي ده المداعبات وهكذا زي حاجة زي الف يجرى ان شاء الله الامور تبقى تمام طيب بالنسبة بقى لموضوع سرعة القذف اولا سرعة القذف يا اخوانا مالوش سبب عضوي ناكد مالوش سبب عضوي بيتعامل معاه يتم التعامل ان هو حاجة نفسية عشان كده الادوية بتاعته بتبقى ادوية نفسية ماشي كده ونحب نطمن كل الناس ان الموضوع ده يا اخوانا حالة عامة يعني في امريكا تعملت احصائية اكتر من سبعين في المية من الناس عندهم لتحت 40 سنة عندهم الموضوع ده خلاص كده فيعني لست وحدك يا صديق طيب مالعلاج بقى بالنسبة لحالة الاكوار ده هي مكتسبة ديت ممكن الفياجرا واخواتها ينفعوا في حاجة زي كده ما نفعتش بممكن مع الفياجرا لحاجات بتاعت النفسية اللي هي السيبرام والسيبراليكس والدابوكسيتينة اللي هي اللي جام وهكذا طيب بالنسبة لللايف لونج لا ده بقى لازم حاجة من الحاجات النفسية زائد لان الكلام ده هيضع شوية موضوع الانتصاب فيتاخد معها حاجة بقى زي اللي بيجرى وكواته تمام كده يبقى هنا عشان نلم العلاجات هنقول كده ممكن الحاجات الموضعية اللي هي بريلا واملا وهكذا ما نفعتش يبقى الحاجة اللي هي النفسية زي السيبرام والسيبراليكس والدابوكسيتين اللي هو اللي جام وهكذا تمام كده الكلام ده كده كله منفعش فيه دواء طبعا بس يعني التعامل بقى بكون بحذر خاصة مع أخوف من الإدمان اللي هو الترامدولي يمكن أحسن تمام؟ إن شاء الله انتقل في الفيديو القادم على خير ولو أي حد عند استفسار تحت أمر شكرا والسلام عليكم